هلا يعني قبل ما نبتدي نتكلم عن الطفل طبعا لازم نتكلم عنك يعني نراجع كده ذكريات ابتديتي الفن ازاي وليه واتعلاقتي بالفن ازاي ونفكر كده المشاهدين بالأعمال الجميلة اللي عملتيها علشان دي المدخل انه اتعلقتي بالفن فحبيتي بعد كده انك تقدمي هذا الفن لأجياء المختلف انا كنت بحب الفن من وانا صغيرة وانا كانش عندي معلومة ان ده اسمه فن ولد من ده اسمه تمثيل يعني اعنا فاكرا ان احنا كنا صغيرين ويكونوا نقود نعمل حواديد ونجيب المدرسين ونقعدهم يتفرجوا عليه فما كناش فاهمين ان احنا بنعمل مسرحية وكنا مثلا نحط اغاني على اعتبار انها مزيكة فبعد شوية لما اشتغلت ابتديتها فهم ان احنا كنا بنعمل مسرحية بس بنعمل مسرحية بالمجهودات الزاتية يعني وبعدين مثلا نمكن من اعدادي بدأت امثل مسرح وانا فاكرا فاكرا اول مرة لما المخرج جيه قال لنا انا هعمل فريق مسرح فأنا انا هعمل مسرح فما كنت يعني وفاكرا اول مرة وقفت فيها على ستيج وفاكرا ساعدتي بال يعني ما اعتقدش ان انا فرحت قد اليوم ده يعني في حياتي غير مع ولادي يعني بولادي بقى قد وقفتي على ستيج في اللحظة دي فكانت لحظة من اللحظات الغالية جدا في حياتي بعدين بقى اشتغلت مسرح شوية كتير بقى في مسرح الدولة ومسرح الجامعة ومسرح المدرسة يعني عدينا على مراحل كتير قوي فكان المسرح بالنسبة لي شغف يعني حاجات كده حاجات كده سحر كده يعني لغيت النهاردة انا لما بدخل مسرح أبا تخطف والدراما وبعدين بعد المسرح بعد شوية كتير في المسرح ابتديت ادخل شوية بقى التلفزيون والسانما وكده فعملت كان اول حاجة كانت الزينيا وكنت عاملة مكان سيمون نفكر الناس انك كنت عاملة دور اللي كانت عاملة في الجزء الاول سيمون كان بيحبها احمد السقل بنت اليونانية وكانت طبعا في الجزء التاني مع محمود عزي فعملت في الجزء التاني وبعدين عملت مسلسل عدالة وجوه كثيرة مع دكتور ريحة الفخراني كنت طالعة مرات احمد سلامة وعملة محمية وكان دور رطيف قوي يعني وعملت فيلم عشان ربنا يحبك مع قصة زرقفة الميهي وبعديها عملت يعني برضو مع قصة زرقفة بقى وكالة عطية ده كان اخر حاجة تا تقريبا كنت بقى خلاص يعني جبت اول ابن عندي يوسف فدي كانت التجربة اللي خلتني حسيت على قد ما انا كنت مستمتعة بيها بجد يعني على قد ما حسيت ان انا الوقت بيديع مني بشكل فضيع ومش بعرف اشوفه يعني اليوم بيديع مش بلحق اشوفه فقررت ان انا اتفرق اعود شوية اعود له شوية طيب ايه الفكرة اللي جات لك عشان هاخد من الكلام اللي انت قطيه ان اجمل لحظات حياتك هي انك لحظة لقوفة على المسرح دي الفكرة اللي جات لك انه انا اشتغل مع الاطفال ايه السبب اللي خليك تقولي انا عايزة انقل التجربة دي للاطفال انا عايزة اعلم الاطفال انا عايزة اغير في الاطفال انا عايزة اخليهم سعدة زي ما انا مريت بلحظات السعادة دي اش معنا الاطفال بصراحة انا الاول ما كانش يعني ما كانش في خطتي ان انا اشتغل للاطفال يعني انا كنت شايفة نفسي ممثلة وبغني 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 واخدت بريك كده علشان ولادي فابني قرر انه عايز يمثل يعني كان حابب يجرب ان هو يمثل فابتديت اروح اشوف اشوف له فريق تمثيله بتاع فحسيت ان الطريقة اللي هما كانوا بيتعاملوا بيها في طريقة التعامل مع الممثلين الكبار اللي هما قريدي عارفين هما بيعملوا ايه مفيش يعني الطفل دايما ليه طريقة في التعامل دايما ليه طريقة فحسيت انه دا مش طريقة للشغل مع الاطفال فقررت ان انا اعمل ده انا يعني ابدأ ادرب الاطفال ايه اللي هيحصل يعني لو عملنا كده وفعلاً الظروف جات واشتغلت عملت فريق صغنان كده كان من ضمنهم يوسف وقرر بقى أنه هو ده يوسف اللي هو كان عايز يمثل قرر بعد كده أنه هو هيمسك الصوت وفضل بيمسك الصوت لغاية دلوقتي يعني وما يمثل بس لما ابتديت أشتغل مع الولاد كان فعلاً الهدف أنه أولاً إزاي توصل لهم أنه هم يعملوا فن يتزوقوا فن كمان وبطريقتهم مش بطريقتنا إحنا يعني مش بطريقته كبار لأن دايماً الطفل دي طريقة في التعامل ما نفعش تبقى بتتعاملي معنا إنه حد محترف وبروفيشنال جاي هو جاهز قردي يعني فدي البداية اللي اكتشفته بعد شوية وإحنا بنشتغل هو أنا أكتشفته معايا الحقيقة إنه الفن بيعالج يعني الفن ممكن يعدي بك أزمات كتير ويحل معاك حاجات كتيرة بتبقى عاشتيها من الطفولة يعني فده بصراحة بتدى يحصل بقى مع الولاد يعني الولاد يبقى قبل الشغل حاجة وبعد المسرحية يعني حاسس إنه هو عليه قيمة حاسس إنه هو ذات إنه هو عامل حاجة ووقف والناس قفت له وخصوصا إنه أغلب الولاد اللي كانوا بيجولي أنا اشتغلت مثلا سبع أو ثمان سنين مع الولاد دي ثمان سنة دايماً الولاد اللي بيجوا اللي هما يعني اللي هو زي أنا أنا وأنا صغيرة أنا كانت دايماً اهتماماتي ليه علاقة بالفن ليه علاقة بالرسم ليه علاقة بال... وفي الحالة دي دايماً الأهل متدايقين لأنه مش مهتم قوي بال... هو مش بس مش مهتم ومش مدرك هو شايف إنه إنتي شخصية قد في حاجة غلط إنتي فيكي حاجة غلط يعني إنتي مش بقى يعني دايماً هما بيسموهم ترابل ميكر بس أنا بشوفهمش ترابل ميكر يعني مش بيعملوا مشاكل لا يعني هما بس عندهم مزاج فني مزاج فني دايماً الفنان عنده الفوضى الخلاقة الفوضى يعني بس الخلاقة عنده وجهة نظر دايماً بيشوف الحاجات بشكل بعين تانية بجد وعنده رؤية للحاجات تانية بجد مش بالضرورة تفضل يمشيها على خط منتظم وهو لازم يفضل ماشي على هذا الخط ده سلوك طفولي عموماً بس كمان لما بيبقى الطفل دوت عنده نزعة فنية الوضوع بيبقى أكتر كتير يعني بيبقى هو بالنسبة لعيلته مزاج اللي هو إنت عايز إيه يعني اللي بيقف قدام المرايح لو العيلة مش فاهمة قوي آه وده للأسف يعني النسبة الأكبر يعني إحنا دايماً عندنا الاهتمام يعني أنا نفسي حتى مش هادر أقولك إن أنا متبرقة من الموضوع دوت إنتي دايماً بتبقى حتى قدام عينك إنه في مدرسة إنه في تمرين إنه في تنظيم وقت إنه في مش عارف فمش سهل قوي إنك تلمحي أو إنك تعذري الطفل اللي هو عنده التوتش الفني ده شكراً لكم